ولتعليق على تطورات الأوضاع في السودان ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب الصحفي السوداني ضياد دين بلال أهلا بك أستاذ ضياد تم تجديد الهدنة مرة أخرى لخمسة أيام ما الذي تحقق في الهدنة السابقة وما الذي تم الالتزام به حتى يتم تجديد هذه الهدنة نعم أعتقد أن مستوى الالتزام في الهدنة السابقة أعلى نسبيا من المستويات السابقة لها وأعتقد أن هذه الهدنة هي محاولة لتليين المواقف وتغريب ما بين وكهات النظر في مسارات مختلفة بمعنى أن هذه الهدنة في تعريف الاستلاح هي إيقاف العملية القتالية مع الاحتفاظ بأجواء الحرب ولكن تستغل من غبل الوسطى للتغريب ما بين الأفراف وما بين الطرفين في قضايا أخرى فهي تستغل في هذا الجانب ويمكن أن تتحسن تدريجيا في كل مهلة يكون هناك مستوى للالتزام مرتفع عن السابقة حتى يتم الوصول إلى وقف دائم ليطلع النار أعتقد أن هذه هي استراتيجية التفاوض في التعامل مع مواضيع الهدنة لكن في كل الهدنة أولا كل الهدنة كانت مخترقة وفي كل الهدنة يكون هناك قصف عنيف اشتباكات عنيفة هل فعلا يرى طرف الوساطة أن هذه الهدنة ناجحة؟ هي ليست نجاحا مطلعا ولكن الهدنة الأخيرة تعتبر أفضل من الهدنة السابقة هناك مستوى من الالتزام لم يكن كاملا ولكنه نسبيا أفضل من الهدنة السابقة فبالتالي هي محاولة لأن هناك تعقيدات كبيرة جدا وهناك تباعد كبير حتى الفرقاء لا يردون الجلوس مع بعضهم البعض واعتقد أن هذه مستوى من القطيع النفسية والسياسية والأمنية كبيرة جدا فبالتالي الوساطة يقع عليهم عبق كبير بأن يلينوا هذه المواقف وأن يقاربوا ما بين الأبراف في كل مرة وأن يحرزوا نتائج متدرية نسبيا ومع ذلك تواجه هذه الهدن كثير من الصعاب لأن هناك تعقيدات في الميدان خاصة وأن حركة العدل والمساواة حركة الدعم السريع قوات الدعم السريع لا تفتغد للسيطرة الميدانية الحاسمة هي تحولت في أماكن كثيرة إلى حركة نهب والسلب واحتداء على الأموال واحتداء على الأعراض فأصبحت تراجع الخطر العسكري وأصبح الخطر طبيعته طبيعة أمنية أكثر من كونه طبيعة حربية عسكرية كما كان في السابق طيب يعني عند هذه النقطة كان الجيش طالب ضمان خروج هذه القوات من منازل المواطنين من المستشفيات من المؤسسات العامة قبل التوقيع على الهدنة يعني حتى ولو وافق الدعم السريع على هذا الشرط كيف يمكن التحقق من هذا الأمر أن هذه القوات خرجت كيف يمكن إجبار هذه القوات على خروج من المنازل من المستشفيات من المؤسسات المحتلوبة الجزء من الجملة التي كان يمكن أن تصبح مفيدة بأن توضح إلى أين تخرج هذه القوات لا يمكن أن تطالب هذه القوات بأن تخرج إلى الفضاء لأنها ستصبح في رأي قادتها العسكرين ستصبح هدفا عسكريا ولا يمكن أن تعود إلى قواعدها القديمة فكان الأولى أن وفقا للترتيبات كثيرة وسوابق أن يكون هناك مكانا محددا بهذه القوات بأن يتم لاختيار مكان لتنسحب إليه هذه القوات لكن يبدو أن هذه الخطوة تتنفى كثير من التعقيدات فلذلك لم تتم كما كان متوقع في كل هدنة يوافق عليها الطرفين يقول كل طرف بأنه ملتزم بالهدنة ولكن سيدافع نفسه في حال تم اختراقها وبعد ذلك يتهم كل طرف وطرف الآخر باختراق الهدنة بماذا يفسر ذلك؟ هل أطرفان يستعملان الهدن شكليا فقط ويستمران في الحسم العسكري وفي محاولة الحسم العسكري؟ نعم كان ذلك في السابق ممكن ولكن الآن هناك رقابة عبر الأقمار الاصطناعية وفي الهدنة الأخيرة هناك حديث عن تطوير آليات الرقابة ويبدو أن الرقابة هي ستلزم الأطراف بالالتزام وستكون الخروقات موضحة بشكل بائن للرأي العام من الذي اخترق ومن الذي رد عليه وأين كان الاختراق وتوغيط الاختراق ربما هناك تطوير لبعض الآليات آليات المراقبة لتصبح هناك جدية في إلزام الأطراف بهذه الهدنة سؤال أخير وباختصار لو سمحت لي شهدت ساعات الماضية حشدا للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي وإعادة انتشار فيما يبدو أنها خطة لحسم المعارك هذا الأمر يبدو مستحيلا حتى الآن بعد ستة أسابيع لماذا عجز الجيش عبدالي؟ لا أعتقد أن هناك مستحيل ولكن ربما يراعي الجيش بأن لا تتم هذه العملية بتكلفة إنسانية عالية وأن تكون هناك تدمير للبنى التحتية وتدمير للمباني فهو يحاول أن يتعامل مع هذه العملية العسكرية تعامل جراحي بيقل الأضرار ربما الجيش يضع هذه الاحتبارات الدعم السريع لا يضع احتبارات لهذه الأشياء فهو يميل للتخريب ويميل للنهب والسلب ويميل للسرقات وهذا ليس بتوجيه من قيادة الدعم السريع لا يمكن أن نقول بأن قيادة الدعم السريع توجه الجنود بالهجوم على المواطنين ولكن هذه حالة تفلتات نتيجة نتيجة للعمليات العسكرية التي قام بها الجيش حينما قصف مواقع القيادة والسيطرة وأصبحت هذه القوات متفرقة في الأحياء تحاول أن تهتمي بالمباني وتحاول أن تستغل الفرص المتاحة لها للنهب والسلب وغير ذلك ضي أفدين بلال الكاتب الصعب السوداني كنت ضيفاً في الأستاذ شكراً شكراً